قناة السويس هي ممر مائي إصطناعي بمستوى البحر ازدواجي المرور يبلغ طولها 193 كيلومترا تسمح بعبور السفن ضمن مصارين في الوقت نفسه بين قارتي أوروبا وآسيا وقد بلغ عدد السفن العابر للقناة من مصاري الشمال هذا العام 37 سفينة بحمولات صافية تقدر بحوالي 3 ملايين فيما بلغ عدد السفن العابر من مصاري الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتدار 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية يبلغ مليونين ونصف مليون طن تعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين وتوثر نحو 15 يوما في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح تفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي وهي أقصر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام عام 2010 وصل غاطس السفن المسموح لها بعبور القناة إلى 66 قدما ليستوعب جميع سفن الحاويات حتى حمولة 17 ألف حاوية تقريبا فضلا عن عبور السفن الناقلة للسلع الأولية من جميع أنحاء العالم وأصبحت القناة بذلك قادرة على استقبال السفن المحملة تحميلا كاملا بوزن 240 ألف طن كما أصبح بإمكانها استعاب 61.2% من إجمال حمولات الأسطول العالمي لناقلات النفط و92.7% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لسفن البضائع و100% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة وقد سجلت حركة الملاحة بالقنى هذا العام رقما قياسيا جديدا بعبور 72 سفينة بالاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 5 ملايين و300 ألف طن وهي خامس أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القنى